صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالخير والتفاؤل والإنجاز فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي هذه الإذاعة المميزة حقيقة تقدم لكم الهيئة هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وعلى أفراده وساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية الحيوية والتي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني إليكم محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج محمد الصفار وفي الإعداد فريق الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي مستمعين حلقتنا اليوم مميزة لأننا سوف نستضيف فيها ضيف مميز هذا الضيف الذي يأتي إلينا ليفتح صدره لنا لاستقبال جميع الملاحظات التي ترغبون بها فأنصحكم أن تابعون هذه الحلقة واللي عنده مداخلات من خلال حلقتنا اليوم ممكن أن يتواصل معنا على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006 قبل ما أعرفكم على ضيفنا اليوم خلونا مثل ما تعودنا دائما نطالعكم بأحد الأخبار أو أهم الأخبار اللي نختارها لكم من وكالات الأنباء والصحف المحلية والعالمية خبرنا اليوم يقول الصحة تلتزم أو تلزم الصيدليات بعدم صرف أدوية مضادة أو أدوية المضادات الحيوية دون وصفة طبية تفاصيل الخبر يقول أن وزارة الصحة ألزمت الصيدليات بعدم صرف أدوية المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وطالبت في تعميم لها ممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي العام والخاص ومديري الصيدليات والصيادلة بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصف المضادات الحيوية وفقا لحالات المرضى ونبهت الوزارة إلى أن الإفراط في صرف المضادات الحيوية يزيد قدرة الجراثيم على مقاومتها بما يؤدي إلى فقدان فعاليتها وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول ترشيد استعمال المضادات الحيوية واهتمام الوزارة بعدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المختص وعدم صرفها من الصيدلية إلا بموجب وصفة طبية وأكدت الوزارة أعزاء المستمعين على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة للمضادات الحيوية ومواعيدها وإرشاد المريض وتوعيته بأهمية مراعاة ذلك عند استهلاك الدواء وعدم التوقف عن تناول العلاج عند تحسن الحالة لأن ذلك يؤدي إلى ظهور البكتيريا مرة أخرى وقد يعني تكتسب مناعة ضد المضاد الحيوي بمعنى أن الواحد إذا خذ المضاد الحيوي ويلس فترة حس عمره تحسن والطبيب واصف الله يعني يومين زيادة هو وقف منه من نفسه ما ينفع شذا يا جماعة لأنه على حسب البيان الصادر من الوزارة أن هذا الموضوع قد يكسب هذه البكتيريا مناعة ضد المضاد الحيوي بحيث يصبح عديم الفاعلية إزاءها مستقبلا ما يؤدي إلى صعوبة العلاج والاضطرار إلى مضادات حيوية أكثر قوة قد تصبح بدورها أيضا عديمة الفاعلية إذا تم استعمالها بطريقة خاطئة وأشارت الوزارة إلى أهمية توعية الناس بعدم إعطاء الأطفال المضادات الحيوية إلا في حالة الضرورة القصوى وتحت إشراف طبي وإرشاد المرضى إلى أهمية مراجعة النشر الداخلية للدواء والتقيد بمحتوياتها من نصائح حول استعمال هذا الدواء إذن يعني يا جماعة الخير خلونا نحاسب شوية أثناء أخذ المضادات الحيوية ونحاول قدر الإمكان أن نلتزم بالوصفات الطبية اللي يوصفها لنا المتخصصون من أننا طبع ما حد يجتهد من عنده ومسول لي صيدلية في البيت ويليس ياخذ أدوية على كيف لا ما ينفع هذا الكلام لأن هذا الكلام للأمانة قد يزيد من الحالة سوءا عموما نرجع إلى موضوع حلقتنا اليوم ونتكلم عن مستشفة بي أحد المستشفيات الحكومية التي تقدم خدماتها التخصصية لمحتاجها من المرضى وفقا لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية خلال السنوات الماضية حقق مستشفة بي العديد من الإنجازات التي ساهمت بشكل فاعل في تعزيز ثقة المرضى بالخدمات المتطورة التي يقدمها بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية فقد حصل المستشفة على الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية عام 2007 ميلادي وجدد هذا الاعتماد عامي 2010 و2013 أيضا حقق المستشفة إنجازات طبية فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط من خلال زراعة جهاز سمع الإلكتروني بجذع المخ لطفلتين مواطنتين خلال العامين الماضيين ويعتزم إجراء العملية الثالثة في الفترة القريبة يعني إن شاء الله في الفترة المقبلة المستشفى كذلك أنجز العديد من المشاريع والتوسعات بمختلف التخصصات الطبية والتي ساهمت في تسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية خلال فترة وجيزة من الزمن في حلقتنا اليوم نتوقف مع مستشفة بي نتعرف على الواقع والطموح الخدمات والإنجازات المشاريع المستقبلية والتحديات وأيضا الباب مفتوح لكم مستمعين لمشاركتنا بأي اقتراحات أو بأي ملاحظات حول المستشفى بحكم أن نحن نستضيف يعني رأس الهرم في هذا المستشفى حقيقة جدا سعيد باستضافة الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذي لمستشفى دبي صباحك الله بالخير معنا صباحك الله بالنور يا مرحبا أستاذ محمود شكرا على الدعوة وعلى المقدمة الجميلة الله يسعدك يا دكتور وأنتم يعني من خلال الطلاعنا على الأرقام ودائما ما نقول لغة الأرقام لا تكذب هي لغة السليمة للتقييم كثيرة هي الإنجازات التي تحققت في عام 2015 ومندخل أثناء الحوار في هذا المجال وأيضا بس إذا تسمح لي أذكر المستمعين بأرقام هواتفنا 600551414 وعبر الرسالة النصية على الرقم 4006 أي مداخلة نحن نرحب فيها والدكتور موجود معنا اليوم ليحقق هذه الاستراتيجية التي تسعى لها المستشفي التواصل مع العملاء بكل شفافية وبكل أرياحية فالباب مفتوح جدامكم مستمعينا اللي حاب يشاركنا عموما دكتور في البداية نحن نتعرف على الخدمات اللي يقدمها المستشفى بشكل عام وأبرز التخصصات الطبية المتوفرة في المستشفى بسم الله الرحمن الرحيم في الواقع مستشفى دبي يعتبر صرح طبي عريق ليس فقط في إمارة ومدينة دبي وإنما على مستوى دولة الإمارات بلبل منطقة كلها شرق الأوسط أنا أعتقد مستشفى يحوي عدة تخصصات في مكان واحد ويكاد هذا النوع من الخدمة الطبية المتميزة المتخصصة لا يكاد أن يتوفر في الدول القريبة حقيقة يمكن أقرب مثال بالنسبة لي هو مستشفى الملك في صلى تخصي في الرياض فنحن نفخر وهذه حقيقة يعني نتاج رؤية ثاقبة ينظر لها قادتنا في الدولة لإنشاء ويعني إقامة صرح طبي متكامل في الدولة يعتبر حاليا مرجع لكثير من التخصصات والمراكز الطبية المجاورة سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي مستشفى دبي انتقل من كونه مستشفى عام إلى مستشفى تخصصي يحوي في جنباته 26 تخصص طبي وجراحي وهذه التخصصات العدد الهائل من التخصصات مهم جدا يعني عدد طبية هذه أيضا ميزة تعتبر يعني إيجابية للمرضى بحيث أن إذا المريض يحتاج إلى استشارة من تخصص آخر إلى جانب التخصص الرئيس اللي يعاني منه لا يستغرق ذلك وقت طويل وأيضا التحاور كفريق طبي متكامل سهل المنال في هذه الحالات كون أن التخصصات كلها موجودة في مبنى واحد طبعا التخصصات الـ 26 اللي ذكرت يعني عددها متوفرة في 14 طابق اللي هما عدد طوابق المستشفى وفي كل طابق الآن التوجه أن احنا يكون عندنا مركز متخصص وفي الفترة الماضية في السنتين الأخيرات كان عندنا خطة استراتيجية أن نحن نوحد الخدمات في دور واحد حتى نقلل معاناة المرضى في انتقالهم بين أقسام هذاك التخصص فعلى سبيل المثال احنا نذكر يعني بداية التخصصات المتوفرة في المستشفى ففي التخصصات الباطنية عندنا مركز القلب وعندنا أيضا مركز الأورام وعندنا مركز أمراض الدم وخدمة خدمة طبية ما بعد زراعة النخاء عندنا أيضا تخصص الباطني اللي هو في قسم الأطفال قسم الباطنية أيضا الكبار وتحت تخصص الأطفال عندنا تخصصات فرعية كثيرة ولله الحمد تخصص الجهاز الهضمي عند الأطفال وأمراض الدم والأورام أمراض القلب للأطفال وأمراض الغدد الصماء وأمراض الكلة وهذه تعتبر جل تخصصات الأطفال المعروفة تنقصنا فقط العصاب وهذه متوفرة في مستشفى لطيفة أضفناها في سنتين الماضيات وهو الطب الجنيني وطب المناظير بالنسبة للنساء والولادة طبعا هذا كله إلى جانب التخصصات الداعمة وهي أقسام الأشعة بما تحويه من تخصية في هذا الجانب الإماراي والسيتي سكان والأشعة الثدي الخاصة بالكشف عن أمراض الخبيثة لورام وعندنا أيضا التخصصات الداعمة أيضا الطب النووي هذا يعتبر التخصصات النادرة على مستوى الدولة ويتم استقبال الحالات من خارج مستشفى دبي بعدد أكثر من استلامها أو استقبالها للتخصصات من داخل هيئة الصحة أيضا عندنا مختبر واسع وكبير ومتخصص بما فيه من الأنسجة أمراض الأنسجة أمراض الدم وأمراض الكيمياء العضوية وأيضا الميكروبات هذه تحت التخصص الميكروبات عفوا المختبرات عندنا أيضا أقسام العناية المركزة وأقسام الطوارئ نعم إذن دكتور يعني العديد من التخصصات الموجودة اللي نحمل نتناولها إن شاء الله أثناء الحديث بشكل مفصل إذا أسعفنا الوقت لكن سمح لي دكتور أنا بوقف مع فاصل ونرجع ونستكمل هذا الحوار اللي حقيقة سنجعله حوار تفاعلي ما بينه وما بين رسائل الجمهور ومداخلاتهم اللي حاب يتواصل معنا على الرقم 600551414 أو على الرسائل النصية على 4006 تقدرون ترسلونا كل الملاحظات أو كل الاقتراحات اللي حابين تشوفونها في مستشفى دبي وأيضا الدكتور بيرد على استفساراتكم وكذلك إذا كانت هناك بعض الملاحظات اللي ممكن نستفيد منها في تطوير آلية العمل في المستشفى فالمجال مفتوح أمامكم مستمعين عموما متواصلين للحلقة اليوم كلها بتكون مع دكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذ لمستشفى دبي لكن خلونا نوقف مع فاصل قصير وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين قبل ما استكمل الحوار بس أحب أذكركم أن اليوم تم إصدار يعني البيان الصحية هذا الملحق الذي يصدر مع صحيفة البيان يمكنكم الاطلاع على العديد من المواضيع الصحية والطبية هو ملحق شامل تسعى من خلاله الهيئة في هذا التعاون المثمر مع صحيفة البيان حقيقة للتركيز على أهم المواضيع التي تجعلنا يعني نغدو أو نذهب إلى حياة صحية أو نمط حياة صحية تساعدنا بشكل أو بآخر في الوقاية من العديد من الأمراض وهو الهدف الذي وضعناه كهدف استراتيجي من الأهداف التي تسعى إليها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص عبر مرافقها الصحية البيان الصحي إذن تم إصداره وأيضا كذلك يمكنكم الاطلاع عليه من خلال الموقع الخاص بصحيفة البيان البيان دوت اي نستكمل حوارنا مع الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذي لمستشفى دبي وأيضا عندنا مداخلة أعتقد ألو 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 يا هلا تعرف عليك وخبرني شو عندك السلام عليكم يا هلا فيك عليكم السلام كيف الحال يا هلا تفضل طال عمرك أنا تعالى في مستشفى دبي نزيل تعرف عليك أول أبو محمد الله خلي أبو محمد نعم تفضل أبو محمد تعالى في مستشفى دبي من 2013 فضل بو محمد بس حاولت اختصر لي الله يخليك من 2013 أنا عالج عيوني شبكة عيوني سؤالك نعم سؤالك شو ملاحظاتك على ملاحظاتك ماشي كل ما حطوا لي يضربوني عبر في عيني هلا بس مدة شهرين شهرين ونصف ومن ينتهد وخلص ينتهكل كل شي يرد عيني مثل قبل زين طيب نعم دكتور واضح هذا لأننا نعتقد المسل محتاج أن يكون عندنا صائي في هذا ونتعرف على الحالة بشكل كبير أنه ممكن هذا محمد بمحمد إذا بالنسبة للعلاج أنا بحاول أشوف الموضوع الخاص بملفك الطبي مع الطبيب الخاص لكن أريد أن أسألك الخدمات الموجودة في المستشفى أنت مرتاح منها في عندك اقتراحات معينة على الخدمات خلي العلاج والتشخيص أريد أن تتكلم عن الخدمات لا الخدمات ما في شي عليك زاك الله خير أبو محمد وإن شاء الله الأخوان في الكنترول بيأخذون رقمك واسمك بالكامل مع الملف رقم الملف الطبي ونشوف شو شو المشكلة بالضبط في عملية التشخيص هل هي تابعة لأمور معينة أنا أعتقد أن دكتور هذا مجال محتاج أن يكون فيه تواصل مباشر ما بين الطبيب وأيضا المريض صحي طيب دكتور أنت كنت تتحدث عن مستشفى دبي عن التخصصات اللي موجودة فيها هناك 26 تخصص قمتم مؤخرا باستحداث العديد من العيادات التخصصية في المستشفى لتلبية الضغط المتزايد على هذه الخدمات يعني خلنا نتعرف على هذه التوسعات والتخصصات اللي شملتوها في في هذا الإطار من خلال استراتيجيات كم اليديدة في المستشفى نعم هو في الواقع اللي دفعنا لهذه العيادات الإضافية هو طول فترة الانتظار للحصول على موعد في العيادة التخصية بس حتى نعطي نبذع عن عدد المراجعين للعيادات التخصية مستشفى دبي يستقبل يوميا ما بين 900 إلى 1100 مراجع ومريض للعيادات التخصية طبعا عدد كبير وهذا يدل أن هذه التخصات غير متوفرة حقيقة يعني بشكل واضح وكبير في القطاع الخاصة أو القطاع الحكومي ولذلك عليها ضغط كل هذه الحالات تعتبر تخصات ثانوية يعني تيرشري كير بالانجليزي اللي هو متخصص جدا وضغط هذا اللي صار على العيادات يعني أدى إلى أن مدة الانتظار للحصول على موعد في بعض العيادات يفوق لستة أشهر فكانت هذه الملاحظة موجودة في عام 2013 2014 وكان الإجراء اللي قمنا فيه هو إضافة عيادات إلى جانب الحالية بحيث أن إذا كانت هناك ثلاث غرف خاصة في تخصص معين أضفنا غرفتين إضافية بعدد خمس أطباء وبيزيد عدد المراجعين فعلى سبيل المثال يعني المسالك البولية زدنا عدد العيادات 13 عيادة إضافية غدد الصماء 42 أمراض القلب لأن فيها مدة انتظار كثيرة فأضفنا 96 عيادة 60 عيادة أضفنا في أمراض الكلة وعندنا 104 عيادات إضافية في جراحة إعظام الأطفال وكذلك في جراحة الثدي 45 عيادة هذه كلها على مدار 2015 هذا على سبيل المثال فهي يعني في بعض الأجراءات قمنا فيها هدفنا حقيقة أنه ما يزيد مدة الانتظار في العيادات هذه على 30 يوم بل أن هناك أيضا خطة طموحة إن شاء الله أنها ما تتعد أسبوعين فإذا وصلنا لهذا فعلا بنحقق السعادة للمراجعين ولمرضى وأيضا السيطرة على الأمراض عدة بتكون بشكل يعني مقبول أكثر إذا كانت مدأة المراجعة خلال أسبوعين نعم دكتور كان فيه سؤال حقيقة عن هناك ملاحظات حول طول المواعيد في العيادات حارجية وإنت ذكرت أسباب هذه طول الانتظار وكيف أنكم قدرتوا تتغلبون عليها وتخلصون هذه المدة نعم يعني في عندنا بعض الإحصائيات التي تينا من الإدارة العامة بخصوص المواعيد الانتظار فالله الحمد كل العيادات استطعنا أن نحن نزل فيها مدة الانتظار إلى أقل من ثلاثين يوم فكل المؤشرات تشير أن نحن يعني استطعنا بعد مرور سنة كاملة في 2014 في الآن في 2015 كل العيادات صارت أقل من ثلاثين يوم والخطة الأخرى الاستراتيجية الأخرى عندنا نحن الانتظار للعمليات أيضا يعني هدفنا أنه يكون أيضا يقل عن ثلاثة أشهر في بعض التخصصات لأسف تعدى ثلاثة أشهر انتظار للعمليات فهذه خطة طموحة بإذن الله يعني نستطيع أن نتغلب عليها في 2016 الله يوفقكم يا دكتور في يعني مستشفى دبي كان يشهد إقبال متزايد من المرضى ونسب إشغال في بعض الأقسام أقسام العناير مركزة بالتحديد يعني تصل إلى مئة في المئة هذا تحدي قدامكم كيف تنظرون إلى هذا التحديد نعم كون أن المستشفى يحتوي على عدد كبير من التخصصات ورغبة المستشفى بأنها تستحدث علاجات متطورة وبروتوكولات علاجية حديثة طبعا صاحب هذا أن المرضى يدخلون في مضاعفات نتيجة العلاج كما هو الحال في المراكز العالمية حتى تحافظ على ترفع نسبة نجاح العلاج تضطر أحيانا لأنك تتكثف العلاج ويكون في علاجات حديثة مصاحب لها أثار جانبية فهذا أدى إلى أن نحن نواجه حالات حريجة في العلاج متوفر الحمد لله طاقم طبي متخصص في العناية المركزة والتخدير لكن المشكلة التي نواجهها حاليا كما هي الحال في المستشفيات الأخرى على مستوى الدولة أن الأقسام العناية المركزة لم تعد تكفي هذا الكم الهائل فمثل ما ذكر في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام أن نسب الإشغال في العناية المركزة في مستشفى دبي قد بلغ إلى 100% نحن عندنا خطة وضعت في 2014 و2015 إلى استحداث ثلاثة عنايات مركزة في المستشفى تم افتتاح عناية باطنية مركزة في الدور العاشر في المستشفى هذه أضافت 10 سرة والحمد لله عملت لنا تخفيف كثير على الضغط أيضا هناك مشروع تحت الإنشاء في الدور الثالث لإنشاء عناية مركزة للأطفال ومتوقع الافتتاح في منتصف 2016 هذا العام إن شاء الله وأيضا عندنا توسعة للعناية المركزة في الدور الثاني لأقسام الجراحة تضيف 8 سرة فهذه خطط شيء منها تم وشيء منها تحت التنفيذ إن شاء الله بتحاول أن تخفف الضغط على الأقسام العناية المركزة أيضا هناك تعينات كثيرة عندنا في أقسام العناية المركزة خاصة بالجراحة والباطنية وللأطفال بواقع تقريبا 5 أطباء يلتحقوا بالعمل في الأقسام العناية الحرجة جميل دكتور أرقام مبشرة حقيقة ويعني نشاهد هناك الكثير من الإجراءات التصحيحية لجعل عالية العمل واعتماد بروتوكولات جديدة في تسهيل العلاج على المرضى دكتور أنا بطلع مع فاصل قصير وبرجع استكمل معك هذا الحوار الشيق وأيضا بنستكمل كذلك بعض الملاحظات الخاصة من الجمهور لكن قبل ما أطلع الفاصل خلونا نذكركم بملحق البيان الصحي مستمعين اللي حاب يطلع على المواضيع الخاصة بكيف صحة دبي تواجه النمو السكاني بمزيد من المراكز والعيادات التخصصية وأيضا هناك بعض المواضيع الخاصة عن كيفية صرف الأدوية في مستشعات الصحة خلال ثواني وغيرها من المواضيع اللي ممكن تتعرفون عليها من خلال متابعتكم لهذا الملحق الصحي حقيقة واللي فيه العديد من المواضيع الشيقة تقدرون تحصلون ملحق مع صحيفة البيان أو من خلال موقع البيان الإلكتروني اللي هو البيان فاصل قصير ومن نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة إذاعة نور دبي هذا البرنامج الذي تطلع به عليكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة لملاحظاتكم وآرائكم وأيضا بوابة للتواصل مع مؤسسات المجتمع والعاملين والمتعاملين مع مختلف المراكز والمستشفات الخاصة بهذه الصحة وأيضا الخاصة والتي تقدم مختلف الخدمات في القطاع الصحي في إمارة دبي عموما نحن نتواصلي مع ضيفنا في الستوديو الدكتور عبد الرحمن الجسمي المدير التنفيذي لمستشفى دبي والذي تحدثنا من خلال هذا اللقاء على معظم الأمور اللي يعني قامت بها مستشفى دبي خلال الفترة الماضية وأيضا وإننا عندنا مداخلة دكتور إذا تسمح لي ناخذها من أبو عبد الله مرحبا أبو عبد الله السلام عليكم يا هلاف أليكم السلام طال عمرك أنا عندي ملاحظة بسيطة على هذا نحن شاكرين طبعا للدكتور ولمجهوداتكم من يطورون من المراكز هذه ولكن الملاحظة اللي هي قسم العلاج الطبيعي هلآن أنا مرة يعني راجعت عيات المزهر عطواني موعد عقب ستة شهور كان عندي ألم في الكتف عطوك موعد حق مستشفى لبي لا صرف لعيات المزهر قل عقب ستة شهور بي الدكتور هنا ممتاز أنزي يا الدكتور قال لي حرك يديك شدة جمين يصار فوق تحت ماشي وكتب لي دعوة قال لي اخذها دعوة وروح قلت لي طيب دكتور ما يعني ما بتعالج ما بتعرف شو السبب يعني لا لا هذا شي عطاني آآ اللي هو زين تميت على الفترة هاي والألم بعد يزيد ويزيد نشأت وراجعتم عقب آآ يعني السنة هذه بداية السنة عطاني موعد عقب كمان الشهور ما شاء الله أنت صابر كل هاي الفترة يعني آآ عاطينك موعد وايد عد آخذ كلها يعني حاول أني هذا لكن بعبد الله أنت أنت تابع لمركز المزهر صح تراجع مركز المزهر هاي لأنه جريب على البيت نزيل أجرب مركز على البيت طيح بعبد الله أنا بأخذ رقم تلفونك تحت اللي هو لأن اليوم نحن مركزين على مستشفى دبي والخدمات اللي موجودة في مستشفى دبي لكن بالنسبة لي شوية الوضع يعني غير طبيعي في حالتك أنت لأن المسألة مفروض أن تكون بشكل مختلف سواء في عملية العلاج ولا عملية التحويل وحتى عمليات المواعيد اللي لازم تاخذها فبأخذ تفاصيل أكثر منك تحت الهوة بس عشان وقت البرنامج وأيضا عشان ركز على موضوع الخدمات اللي فيه مستشفى دبي إزاك الله خير يا أبو عبد الله ألو راح أبو عبد الله طيب إزاك الله خير يا أبو عبد الله نحن بس دكتور سامح نخذنا هذه المداخلة لأن حقيقة نستقبل أي ملاحظة شو ما كانت سواء عن طريق على موضوع الحلقة أو حتى موضوع آخر بما أن أبو عبد الله فتح موضوع لعلاج الطبيعي دكتور خلنا نتكلم عن الخدمات اللي أنتوا تقدمونها في هذا المجال في مستشفى دبي نعم طبعا في مستشفى دبي في عندنا تخصات مرتبطة بعض وهي تعتبر مراكز تخصية نعم فعلى سبيل المثال مركز العظام والمفاصل هذا يعتبر مركز متخصص ومتطور كون أن نحن عندنا جراحة العظام وعندنا أيضا أمراض رومتزم في المستشفى وأقسام العلاج الطبيعي وهذه يعني قل لما يكون كلها متوفرة في مكان واحد فهناك لقاءات مستمرهم دورية بين الأطب المتخصين ويتم وضع خطط علاجية لكل الحالات نحن نعاني يعني مثل ما ذكرت في البداية أن مستشفى دبي يعني تقريبا استنفذ كل المساحات المتوفرة فيه وهناك زيادة سكانية معروفة في دبي وفي الدولة فمشاريع التوسع يعني من يعني تأخذ حيز كبير الآن من مشاريع المستقبلي في هي التصحة والخطط يعني قائمة أيضا في إدارة الهندسة مع الإدارة العامة ويعني سعدت معالي أحمد القطامي رئيس مجلس الإدارة يقوم يعني بشكل شخصي بتطوير هذه الخدمات حسب الإمكانيات المتوفرة مستشفى دبي كمساحة خارجية الآن عندنا عدة مشاريع إن شاء الله سوف تقوم في القريب العاجل مركز السرطان ومركز لأمراض العظام ومركز للكلة هذه كلها يعني مشاريع مستقبلية فالعلاج الطبيعي عندنا للأسف يعني مساحة يمكن تكون يعني صغيرة فهذا اللي أدى إلى أن مدة الانتظار عندنا كثيرة لكن أيضا المرضى عندهم اختيار آخر إنهم يتحولون إلى مركز دبي للعلاج الطبيعي وهذا المركز متخصص هو في منطقة بردبي ويستقبل الحالات بشكل مستمر من مستشفى دبي ومستشفى راشد في جميلة أظن في جميلة آه نعم بالضبط فهذا يعني حتى تخفف الضغط على المستشفيات ويعني نحاول في المفترة القادمة أن نختصر خدمة العلاج الطبيعي لتكون للمنوامين فقط في المستشفى زي أنا كنت بحول بعبد الله عندكم في المستشفى السحيل عقبال خرام لا بحول على مركز العلاج الطبيعي كلهم فيهم بركة إن شاء الله متخصر ما تخصر فدكتور أيضا أنت اليوم في البيان الصحي ضمن ملف العدد كنت تتحدث حقيقة عن مراكز الطوارئ وتكلمت عن أقسام الطوارئ في مستشفى دبي وقلت يعني طرحت فيها العديد من النقاط الهامة بالنسبة للضغط المتزايد من المرضى داخل وخارج الإمارة فهني أنا تسأل يعني كم يبلغ عدد المراجعين اليومي لهذا القسم وأبرز الحالات المرضية اللي تراجع هذا القسم وأيضا شو تبغي تقول حق الجمهور بما أنك تضطرقت حتى في بعض الأمور الخاصة بطبيعة التوجه لمثل هذه المراكز نعم طبعا أقسام الطوارئ في المستشفيات دائما تعاني من كون أن هناك حالات تنشاف الطوارئ لكن هي حالات غير طارئة ولذلك يعني مستشفيات عدة ما يكون فيها نظام تصنيف الحالات فالحالة الطارئة يتم التعامل معها بصورة سريعة وعاجلة لكن الحالات غير الطارئة يتم تحويلها إلى العيادات الجانبية بحيث أن هي يعني ما تأخذ هذه السرعة المطلوبة في حالات الطارئة مستشفى دبي يعني استقبل تقريبا مئة وأربعة آلاف مريض للطوارئ في عام 2012 من مئة وأربعة يعني هناك قفزة كبيرة إلى مئة وخمسة وثلاثين ألف مريض في السنة في العام الماضي في أقسام الطوارئ طبعا هذا العدد الكبير يعني خلانا نحن نغير الاستراتيجية يعني وسعنا أقسام الطوارئ ضعفنا العدد في سنة 2015 وكان هناك توجه يعني تشكر عليه للإدارة العامة في الهيئة باستيعاب هذا العدد الكبير فالآن عندنا في مستشهد بي والله الحمد قسمين للطوارئ قسم متخصص للرجال وقسم آخر للأطفال والنساء فعدد كبير هناك نظام فعال لتصديف الحالات وأيضا هناك زيادة في عدد الكادر الطبي اللي يشوف الحالات هذه استراتيجية أيضا في التعامل مع الحالات أن كل كل الإجراءات العلاجية يجب أن تتم في أول ساعة لوحظ يعني في الفترة السابقة تأخر الحالات وبقاها فترة طويلة يعني تستغرق من في ست ساعات في الطوارئ هذا الشيء يعني إن شاء الله راح يمكن المراجعين لاحظوا أن الإجراءات العلاجية سريع جدا تتاح مختبر للفحوصات السريعة أيضا في قسم الطوارئ حتى ما يأخذ وقت نحن نبعث العينات ترجع بالنتائج نعم تكون نتائج يعني جاهزة في خلال 20 دقيقة وأيضا عندنا نحن أطباء مناوبين لكل التخصصات فيما إذا كان الطبيب محتاج الطبيب الطوارئ محتاج إلى أي رأي طبي أيضا الطبيب المناوب في ذلك التخصص ممكن يكون موجود في خلال 20 دقيقة فخلية نحل حقيقة أنا أشكر كل الزملاء في القسم الطوارئ يعني رد رد فعل الطيب استلمنا من عملائنا جميل إنه فيه الآن سرعة وفيه تعامل سريع في حالات الطوارئ مثل ما يعني يوحي له الأسم 24 7 days ما شاء الله نعم دكتور بس أيضا نحن هنا كذلك نبغي نوجه المستمعين يعني لأهمية التعاون كذلك في عملية التوجه لمراكز الطوارئ هذه يعني أجمعت الخير هذه للحالات الحرجة يعني ممكن أنك أنت وجودك في هذه اللحظة وأيضا في حالة طارئة يا أكيد 100% بيبدون الحالة الطارئة عليك أنت نعم يعني نحاول شوي بس نتعاون مع المستشفيات كلها سواء القطاع الخاص ولا حتى القطاع الحكومي في أي مكان في الدولة أيضا دكتور مستشفى دبي حقيقة أصبح مركز طبي متميز على مستوى المنطقة في تقديم العديد من التخصصات الطبية هذا الموضوع ساعد بشكل أو بآخر في دعم استراتيجية السياحة العلاجية وجذب المرضى من خارج الدولة يا ترى هل يعني تم هذا الشيء على أساس أن أنتوا تقومون باستحداث بعض المراكز المتخصصة لدعم السياحة العلاجية واستقبال حالات خارجية وكيف أنه ممكن نحن نوازن ما بين الضغط اللي أنت تتكلم عنه الدكتور في بداية الحلقة هذه أن هناك نمو سكاني نحن نشهده وأيضا في دعم موضوع السياحة العلاجية هذه حقيقة من النقاط المهمة اللي يعني يسعى أصحاب القرار في القطاع الصحي إلى تفعيلها بشكل جيد واستثمارها بالشكل المطلوب مستشفى دبي باعتبار أنه من بين مستشفيات دبي فانتقلنا الآن من كون نحن مستشفى عمومي أو مستشفى عام إلى مستشفى تخصصي فطبعا هذا يتطلب أن نحن نوفر خدمات طبية متخصصة ما كانت موجودة في السابق وهذا اللي يخلى حتى يعني توفر بعض التخصصات في مستشفى دبي أيضا لا تكاد تكون موجودة في الدول الخليجية القريبة فهذا يعني مثل ما تفضلت شجع ومستواره عالمي دكتور كذلك يعني من ناحية المتخصصين في هذا المدى نعم يعني الآن عندنا برامج لاستقطاب الطباء المتخصين عندنا برامج الاستشاريين الزائرين وعندنا أيضا برامج تفاقيات توأمة مع مراكز صحية متخصة خارج الدولة هذا عزز دور مستشفى دبي كونة مركز ريفيرل يعني أو ما يسمى بمرجعي لأحالات متخصة فعلى سبيل المثال زراعة القوقعة هذا يعتبر من تخصات اللي نحن نفخر فيها في هذه الصحة طبعا بدون هذه العمليات كانت الحالات الصمم عندنا مرتفعة يعني بالنسبة لك كمعاناة صحية كان المريض يعاني كانت الموازنة في أي دولة تعاني باعتبار أن الأطفال هذه أو الأشخاص اللي هم عندهم هذه الحالات يعانون في موضوع العلاج الطبيعي وعلاج النطق وعلاج في التاهيل يعني على سبيل المثال هذه التكلفة يعني قدروها في ولاية المتحدة لكل شخص 200 ألف دولار أو ما يعادل تقريبا 800 ألف درهم سنويا وهي لا شك يعني كم كبير من المبالغ فزراعة القوقعة راح يخفف ويذهب هذه المعاناة ويقلل أيضا الضغوط على الموازنة فهذه من الأمور التي استحتدناها هي تعتبر أيضا مصدر كبير للسياحة العلاجية نستقبل الآن حالات خارج دولة الإمارات ويعتبر مركز مثل ما أنت تفضلت في البداية كانت في البداية زراعة القوقعة الآن عندنا زراعة الجهاز في جذع المخ وهي تعتبر من الجراحات النادرة احنا عملنا بحث في دول الشرق الأوسط لم نجد مركز يعمل هذه العمليات فنحن مميزين حتى على مستوى دول الشرق الأوسط كذلك في علاج الأورام أيضا باب كبير في عمليات زراعة المفاصل أيضا هذه باب كبير يعني تكون مورد كبير للسياحة العلاجية إن شاء الله إن شاء الله دكتور أنا على عجالة يعني عندي خمس دقائق خمس دقائق وقال لي أربع دقائق أو شيء ويسا نزود عموما على عجالة دكتور أنا غدا أنتو بتنضمون فعاليات كبرى بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال خلنا نتعرف على هذه الفعاليات والهدف منها وأيضا أنتك تحاب توجه دعوة وكذلك لجمهور المتعاملين لتواجد ضمن هذه الفعاليات فضل الدكتور نعم مستشفى دبي يعني قام بالتنسيق لعدة حملات توعوية في للمجتمع هدفها تعريف المجتمع بالأمراض وكيفية الاكتشاف المبكر وكيفية الوقاية منها فعلى سبيل المثال في عام 2015 يعني قامت إدارة المستشفى بالترتيب لـ 54 فعالية والحمد لله يعني كان لها حضور كبير الآن في 2016 راح ننتقل إن شاء الله إلى قطاعات المجتمعية والمراكز التسوق وهكذا غدا إن شاء الله راح يكون في عندنا الاحتفال باليوم العالمي لأورام الأطفال الهدف منه تعريف المجتمع بهذه الأمراض بمعاناة المرضى الاكتشاف المبكر أيضا يعتبر دعم لمرضى اللي ما زالوا يطلقون العلاج يعني مستشفى دبي من أول ما أنشئ في سنة 1983 استطاع أن يتعامل مع 700 حالة من أطفال مصابين بالأورام أو السرطان ونسبة كبيرة منهم الحمد لله تماثات للشفاء فهذا أيضا احتفال لهم وتخفيف للضغوط النفسية اللي يعاني منها أسر الأطفال نعم دكتور عبد الرحمن أنت كنت يعني طبيب متخصص في أمراض السرطان وكنت شغلت يعني سابقا رئيس قسم أمراض السرطان للأطفال بمستشفى دبي أفغي هنا يعني أستغل وجودك معانا كذلك أن كيف تنظرون إلى مستوى الخدمات اللي يقدمها مستشفى دبي بشكل خاص ومستشفيات الدولة في مجال أمراض السرطان للأطفال نعم لا شك أنه مرض يعتبر من الأمراض النادرة لكن تعامل معها أيضا كونها النهية نادرة تعامل معها يعني تطلب كثير من الإمكانيات العلاجية ولله الحمد وفرت الحكومة الرشيدة بهذه الخدمات كلها موجودة الآن تتعالج عندنا في محية الصحة لا نحتاج لنحن نبعث إلى الخارج إلا يمكن 20% من الحالات التي هي محتاجة إلى زراعة النخاء وأيضا هناك خطة طموحة من معالي رئيس مجلس الإدارة بتوفير خدمة زراعة النخاء في مستشفى دبي إن شاء الله فهو يعني التطور صار كبير في العالم في السابق في سنة 1970 كانت أكثر من نصف الحالات تنتهي إلى الوفاة في خلال ستة شهور الآن الرقم هذا تغير بشكل كبير نتيجة الأبحاث الطبية وآخر مستجدات العلاج المتوفرة في العالم يعني تجدونها موجودة متوفرة في هيئة الصحة وهذا يعني جهد كبير تقوم به الحكومة جزام الله خير بتوفير كل العلاجات اللي يتم اكتشافها في شهر معين الشهر اللي بعد تلقى موجود في هيئة الصحة الله أملك الحمد فهو يعني غير كثير في نسبة النجاح في هالحالات الآن عندنا أكثر من 90% من الطفال يعيشون الحمد لله وحياة طبيعية بدون أي مضاعفات لابد أن هذا كل يتطلب إلى جهود الآن عندنا علاج جراحي علاج الكيميائي علاج الإشعاعي متوفر كل الحمد لله في جزء كبير منه في هيئة الصحة فتطور كبير صار وعندنا لذلك غدا إن شاء الله راح نشوف من الفعاليات كثير من الأطفال اللي هم تشافوا وتعافوا والآن بس أن هم يطمنون إخوانهم وزملائهم المصابية دكتور أنا باعتبر هذه الكلمة الختامية التي توجهها للجمهور دكتور ويزاك الله خير لأن حقيقة أنا ما ودي أنهي الحلقة لكن للأسف الوقت يعني سبقنا أنا سعيد جدا بهذا اللقاء دكتور عبد الرحمن الجسمي شاكر لك قبولك تواجد معنا في حلقة اليوم وإن شاء الله نشوفك يعني مستقبلا في المزيد من الحلقات شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحمن الجسمي مدير التنفيذي لمستشفى دبي بهية الصحة في دبي والشكر موصول لكم مستمعين الكرام يعني وأنا آسف على المسجات اللي ما قدر تقراها لكن نوعدكم إن شاء الله المجال بيكون مفتوح جدامكم في المستقبل للتواصل مع مختلف أصحاب القرار ضمن هذا البرنامج غدا إن شاء الله لنا لقاء آخر في ختامي هذه الحلقة تقبلوا تحيات أسرة الإعداد في قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي وتحيات مخرجنا اليوم محمد الصفار وأيضا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر